عودة مسلسل الاغتيالات من جديد حيث قتل الشاب سيف حميد رشيد من عشرة البفراج ويسكن مدينة الرمادي الشاب المغدور يعمل سائق أجرة على خط بغداد الرمادي وقيل إن أحد الركاب هو منتسب للجيش الحكومي من محافظة بابل بالتحديد أتى إليه يطلب منه أن ينقله إلى البصرة لكن المغدور سيف رفض كونه يعمل على خط بغداد الرمادي فقام المنتسب للجيش بتأجيره إلى بغداد حيث اختفى هناك الشاب وفقد أهله التواصل معه ليتبين لاحقا أنه قتل غدرا من قبل المنتسب للأجهزة الحكومية نتابع جانبا من هتفات ذوي المغدور طالب من خلالها بإعدام القاتل محمد كل أهل وعمامه طالب من خلالها بإعدامه فبعد نشطاء عقبوا على ما قام به هذا المنتسب للهجاء الأجهزة الأمنية بحق المواطن سيف الفراجي لأنه يأتي في إطار حالة الخلل الأمني المتواصلة وكيف أن كثيرين يرون أنفسهم فوق القانون بل يشرعنون لأنفسهم أن يفعلوا ما يشاءون